أنا في الوقت الحالي زعلان من كل الأحزاب فهالأحزاب أحزاب السياسين مالي فيهم كتير بصراحة وجينا لقينا نفسنا فيه وحصينا أن حقوقنا محفوظة حضرنا فعاليات إسبوع يارفا واحد من أهم الفعاليات السنوية اللي بيلتقي فيها مختلف الأحزاب مع الناس عشان ينقشوا موضوعات متعلقة بالديمقراطية والاندماج شعار إسبوع يارفا السنة دي هو الانتخابات لك اتكلمنا مع الحضرين عشان نعرف سبب تواجدهم ورأيهم في الوضع السياسي قبل انتخابات 2022 حضرتك بتعمل ايه هنا؟ زائر بس أجي كل سنة أنا هنا عشان ده أسبوع سياسي في يارفا وبما أني ليه نشاطات كتيرة في يارفا أمرودت فعلشان كده أنا هنا أشوف أسمع من الموجود السياسين بيقولوا ايه وكان نفسنا أن يبقى فيه لقاء في المناطق المهمشة أن الناس تعرض أفكارها يبقى فيه توعية بالأمور حضرتك متابع الوضع السياسي؟ يعني أنا مش سياسي بس أمر طبيعي أن يكون متابع تقريبا أنه ضروري نتابعه بس ما بحب السياسي كتير إلى حد ما أكيد لا والله هاي أول مرة بجي جاي مع صديقتي فما بعرف أنا جاي أتعلم شوف شوفي هون إيه الأضايا المهمة بالنسبة لحضرتك؟ بالنسبة لي هي خديدة الجرائم في سويد التعليم طب أنت عارفة أن هي حزبة بيتكلم عن التعليم أكتر؟ أحزاب أحزاب السياسي مالي فيهم كتير لصراحة هي الحفاظ على الأسرة كل أفراد الأسرة في المهجر صراحة أكتر شي مع البيئة يعني كل ما يتعلق في اللجوء الناس أصحاب الأصول الأجنبية محتاجين ناس تتفهم ظروفهم تتفهم ماضيهم تحاول تفاهمهم الوضع الجديد تحاول تدمجهم بشكل جيد تحاول تهتم بخضاياهم الأساسية للأسف الشديد النقطة دي ضعيفة عند معظم الأحزاب يعني حرك زعلان من كل الأحزاب الحزب العنصري صريح واللي في قلبه على لسانه وبالتالي مش عارف بفكر اليومين دولة احتمال أنتخب الحزب العنصري مش لأنه عنصري لأنه واضح واضحة غيره يعني مش واضح فإحنا بنتمنى أن يكون فيه وضوح من أجل المجتمع بشكل عام بإيه الحاجة الصفة اللي في السياسي لما بتشوفها بتحس أنك مش واثق فيه ومش عايز تسوط له أعظنا أن السياسي اللي بيحكي كتير هذا يكون فيه شوي شك عليهم أن أنا أحس أن السياسي ده يعني مش ممكن أفكر في البرنامج بتاعه لما بحس أن هو يعني بيشتري أصوات كده يعني وخلاص هي أكثر شي خايب أنه معاك أهلاً أهلاً من وراك هي أكثر شي وهي السياسيين كثير شاطرين بها لأنه كلهم بيوعدوا بأشياء وبعدين في النهاية بيطلع كل شي على من الصح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة